فريق الاول لكرة السلة بنيدي الزمالك بقيادة كابتن احمد مرعي بيواصل التدريبات بعد استعداده استعداداتهم طبعا لا مواجهة سموحة في الدوري واللي هتتلاعي بيوم الجمعة اللي جاي فريق اتدرب النهار ده كالعادة تدريبات بدنية قوية جدا وكمان كان فيه تدريبات وشوت على الباسكت بالتأكيد ده غير كان فيه تدريبات خاصة للمحترف واللي بيسعى الجهاز الفني لتجهيزه خصوصا وانه ظهر بمظهر كويس جدا في المباراة اللي كانت ضد التيران في اياب دور الستاشر من دوري السوبر واللي فاز فيه الزمالك بالتأكيد اما عن الفريق الاول لكرة السلة سيدات فبيواصل تدريباته النهار ده بدور راحة بعد الخروج للأسف من كأس مصر امبارح والهزيمة امام التيران الفريق هياخد راحة بكرة ويرجع للتدريبات يوم الاثنين علشان بيستعد لمواجهة سموحة يوم 30 يناير في الدوري